بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في محاضرة الاسئلة الخاصة بشابتر ال time management ان شاء الله يعني هنبدأ كده في الحل بس قبل ما نبدأ حابب اكد ان احنا نكون يعني سمعنا الفيديوهات كلها ونكون اخدنا نوتس وكون راجعنا كتاب البين بوك بحيس ان احنا نبقى familiar مع الكتاب ونشوف لو في اي حاجة نقصة ان احنا نستكملها نبدأ سريعا في الاسئلة مع بعض السؤال الاول بيقول to control the schedule a project manager is reanalyzing the project to predict project duration عشان اعمل control schedule مدير المشروع كان بيحاول يعمل اعدد تحليل للمشروع عشان يتنبأ بي او يتوقع مدة المشروع she does this by analyzing the sequence of activities بتعمل الكلام ده بان هي بتحلل العلاقات ما بين او التتابع الانشطة with the least amount of scheduling flexibility بالانشطة اللي ليها اقل مقدار من الفلكسابيليتي من المرونة يعني كأنها قريبة من ان هي تكون حرجة what technique is she using ايه التكنيك اللي بتستخدمه الاجابة الاولى هل critical path method ولا float chart ولا precedence diagramming الptm ولا work breakdown structure طيب نحاول ان احنا نستبعد اول حاجة ال float chart الاجابة بيه ملعش علاقة بالموضوع ال WBS ملوش علاقة بال sequence فبالتالي الموضوع بعيد عن الاتنين دول طيب critical path method ولا precedence diagramming ال precedence diagramming بتشوف sequence لكن مش شرط ان هي تكون بتتكلم في الكريتيكال ومش الكريتيكال فبالتالي الاتنين ممكن يكونوا صح لكن الاضق الكريتيكال path method والكيوورد في السؤال هي الاست amount of scheduling flexibility اقل فلكسابيليتي والكيوورد في الاجوبة هي الكريتيكال path method كريتيكال كلمة كريتيكال مرتبطة باقل مقدار من الفلكسابيليتي طيب السؤال الثاني dependency requiring that design be completed before manufacturing can start is an example of حتة ان الاعتمادية بتاعة التصميم على التصنيع ان لازم عشان نبدأ تصنيع لازم يكون التصميم خلاص العلاقة ديت تعتبر مثال ليه discretionary dependency علاقة اختيارية او تقديرية مش مش الزمية يعني ولا external dependency علاقة خارجية ولا mandatory dependency العلاقة او الاعتمادية الزامية ولا scope dependency ديبندنسي جاي من النطاق الاعمال طبعا هو السؤال مباشر لا شك ان انا عشان اصمم لازم اكون فعلا عشان اقصدي انفز او اعمل تصنيع لازم ان اكون فعلا صممت فبالتالي العلاقة الزامية مش اختيارية مش تقديرية مينفعش ان اقول اه دي على حسب هواية لا هي لازم اكون صممت عشان ابدأ اعمل manufacturing فبالتالي الاجابة الصحيحة هي c mandatory dependency طيب السؤال اللي بعده which of the following are generally illustrated better by part charts than network diagrams اي من العناصر التالية هقدر ان انا افهمه بشكل افضل better معناها ان في ممكن واحد ينفع او اكتر من واحد ينفع بس هو عايز الافضل illustrated better by part charts than network diagram بمثله بشكل اه افضل او بيتمثل او بيتوضح بشكل افضل من خلال part chart عن ال network diagram. ال network بتمثل علاقات عبارة عن نشاط ولا نشاط ولا نشاط. لكن part chart عبارة عن timeline محضوط في الباردز تحت بعضية كل واحد على حسب الوقت الزمني بتاعه. طيب نقرأ الاختيارات. الاختيار الاول logical relationships العلاقات. ولا critical path. المسارات الحرجة. ولا resource trade off. ولا الموازنة بتاعت الموارد. ولا progress or status. ال progress سير الاعمال والstatus. طيب. نبدأ ان احنا نحاول نستبعد. ال resource ما لهش علاقة بالموضوع. طيب. ال network هي افضل في انه يتوريلي ال logical relationship من ال bar chart. ده عكس السؤال لهو عايز ال bar chart يوريني ايه. فبالتالي ال logical relationship مستبعدة. لان هي في ال network افضل. طيب كده معي. المسارات الحرجة. وال progress او ال status. critical path المسارات الحرجة بشوفها في ال network بشكل افضل. ممكن تكون موجودة على ال bar chart بس على شكل الوان. ان هو مثلا يقولي النشاط critical شكله كذا. لكن الاساس ان لو مثلا الورقة دي مطبوعة ابيض و سود. انا مش عارف ايه اللي هي المسارات الحرجة. على عكس الشبكة اللي موجود فيها ازمنة وباين فيها تسلسل انشطة. هي دي اللي بتوريلي بشكل اكبر المساري الحرج. فبالتالي ال bar chart بيبين progress او status. بيبين فيه ال data date تاريخ النهاردة امتى? والانشطة اللي قبل ال data date اللي هي تعتبر خلصت بالفعل. والانشطة اللي بعد ال data date لسه ما بدأتش. والانشطة اللي واقعة في النص ما بين ال data date على يمينه او على شماله. بحيث ان دي مازالت تحت التنفيذ. فلا شك انه بيبين ال progress وال status. طيب السؤال الرابع. if optimistic estimate for an activity is 12 days. عندي ال optimistic time بتاعه او ال time او ال duration. اتناشر day. وال pessimistic 18 day. ده اللي هو الزمن المتفائل والزمن المتشائم. او اقل زمن واكبر اكبر زمن. what is the standard deviation of this activity? كان فيه قانون قلناه في السلايد بتاعتنا يدينا standard deviation بالشكل التقديري بشكل سريع. قلنا ال P نقص ال O على ستة. يبقى قول تمنتاشر نقص اتناشر. يبقى ستة. اقسمها على ستة. تبقى واحد. فالسؤال مباشر جدا. فالاجابة هي الاولى واحد. طيب. heuristic is best described as heuristic اللي هو قلنا التقديري. وكنا اتكلمنا عنه في احد التولز والتكنيكس الخاصة بتاعت الاستيميشن الخاصة بالاستيميشن. الاستيميشن للديوريشن. وكنا ذكرنا اتنين قلنا فيه ال البرامترك وقلنا قبله الانالوجس. وقلنا على واحد فيهم انه هو heuristic. طيب. heuristic is best described as هل control tool ولا scheduling method ولا planning tool ولا generally accepted rule. طيب نحاول ان احنا نستبعد. control tool الاولية هي مش صحيحة. لان عملية الاستيميشن بتاعت الدوريشن دي بتتم في ال planning. فبالتالي مش صحيحة. scheduling method لا هي مش خاصة بال scheduling. مش خاصة بالجدولة الزمنية. ده هي خاصة بالاستيميشن. التقدير سواء بتاعت الدوريشن او بتاع الكوست. زي ما نعرف شبتها الكوست. فهي مش scheduling method. طيب. هل planning tool ولا generally accepted rule. لا شك ان الاتنين قريبين من بعض الاتنين ممكن ينفعوا. لان هي فعلا بتتم في ال planning. وهي فعلا rule. heuristic لو كنا نتذكر كنا قلناها في ال process الخاصة بالparametric اللي احنا بنحاول ندور على parameter معين. parameter ده زي مثلا بعمل فندق ونقول تكلفة الفندق بتتقاس بعدد المفاتيح مثلا او عدد الغرف. نفس الحكاية الزمن لانشاؤه ممكن يتقاس بعدد الغرف. او بعمل مبنى اداري وبيتقاس بالمتر المسطح. تكلفته او زمنه ممكن يبقى بالمتر المسطح. فهي ده الشغل الparametric اللي انا بحاول اطلع parameter معين عن طريق علاقة استنتجها من المعدلات القديمة واحكم بيها في اللي جاي. فبالتالي هل هي planning tool ولا generally accepted rule. يعني معظم الاسئلة اللي بيقى فيها تشابه بالشكل ده. ده في الغالب بحاول ادور على الشيء المخصص اكتر الاكثر تخصيصا. يعني لو في حاجة عامة planning tool دي تعتبر عامة. في حاجات كتير تنفع ان هي تبقى planning tool. لكن الاقرب للصحة هي generally accepted rule. هي عبارة عن rule انا بستنتجها قاعدة معينة بستنتجها من خلال التنفيذ السابق او المعدلات السابقة وتبقى مقبولة بالنسبة لي. وابدأ ان انا استخدمها في بعد للاستنباط من خلالها. يبقى الاجابة هي الاخيرة دي generally accepted rule. طيب سؤال السادس بيسأل على lag. lag means ايه هو lag او معنى ايه? الاختيار الاول the amount of time and activity can be delayed without delaying the project finish date. المدة اللي ممكن يتأخرها النشاط من غير ما يأخر زمن انتهاء المشروع. the amount of time and activity can be delayed without delaying the early start date of each successor. المدة اللي ممكن يتأخرها من غير ما يأخر مدة او زمن بدء النشاط اللي بعده. waiting time زمن انتظار. ولا the product of a forward and backward pass. الناتج من المشوار اللي رايح والمشوار اللي جاي اللي هما كنت بحسن بهم الشبكة. طيب. الاثنين الاولينين دول ما ينفعوش. الاثنين الاولين تعريف total float والfree float بشكل مباشر جدا. طيب. waiting time ولا الproduct بتاع الforward والbackward pass. الاوتبوت بتاعهم هو عبارة عن الفلوت والازمنة. ببقى عرفت الازمنة الليت ويعرفت الفلوت. ما لديهش علاقة باللاج. ده اللاج ده بيبقى محدد مسبقا. اللاج محدد قبل ما ابدأ اشتغل الforward والbackward pass. فبالتالي الاجابة الصقيحة هي waiting time. اللاج بيبقى فترة انتظار او فترة اه ما بين ال finish to start مثلا. بقول finish to start مع لاج تلات ايام. يبقى بعد ما ده يخلص هستنى تلات ايام وابدأ اللي بعد. سؤال السابع. which of the following is best project management tool to use to determine the longest time the project will take. ايه هي الاداة بتاع تدارة المشروعات اللي ممكن نستخدمها عشان نحسب اطول زمن ممكن ياخدوا المشروع. طيب. work breakdown structure ولا network diagram ولا bar chart ولا project charter. نحاول ان احنا نستبعد. project charter ملوش علاقة بالموضوع. مش هحسب بيه. ده هو موجود فيه شوية data information كده اولية. ال WBS هيكل هرمي. برضو مش هحسب بيه. حاجة. طب هل network diagram ولا bar chart؟ واحد فيهم هو ولا ينفع. ال network diagram عليها الاسهم وعليها العلاقات والdependancy اللي باستخدمها بforward pass وباكورد pass وان انا اعمل calculation للمدة الزمنية. ال bar chart لو استخدمته لوحده بدون العلاقات هيبقى مش موضح. اي نعم بعد السوفتوير ممكن ان هي تحط العلاقات بين البارز وبعضها. بس هي كده كأنه حولته ل network diagram. فبالتالي الاجابة الصحيحة هي ب network diagram. السؤال الثامن. which of the following is correct؟ اي مما يالي صحيح. يعني معنى كده ان كلهم غلط مع عدة واحدة هي المفروض صح. الاختيار الاول. the critical path helps prove how long the project will take. المسار الحارج بيساعد في اسبات قد ايه المشروع هياخد وقت. there can be only one critical path. ممكن يكون فيه مسار واحد فقط. the network diagram will change every time the end date changes. the network نفسها والعلاقات ما بين بعض يعني هتتغير. كل مرة التاريخ النهاية يتغير. يعني كل ما يحصل slippage او انزلاق في الجدول الزمني. الاختيار الرابع. a project can never have negative float. طيب نبدأ نحاول نستبعد. be only one critical path. ما تنفعش لانه ممكن يبقى فيه مسارين حرجين. اي نعم ده مش مستحب بس ممكن يحصل حاجة زي كده. وخاصة لو المشروع الاكتيفيتز بتاعته قليلة يعني وزمنه محدود. فوارد يعني جدا انه يبقى فيه اتنين critical path. the network diagram will change. الاعتمادية بتاعت الانشطة هتختلف كل ما يتأخر البرنامج. لا ما لهاش علاقة. الاعتمادية المفروض مؤتمدة على طريقة التنفيذ. ما لهاش علاقة بتأخير الزمن او تختلاف يعني ال end date. a project can never have negative float. لا ممكن يحصل ان يبقى له negative float لما يحصل تأخير. بمعنى ان انا لما بحس بالشبكة الاول بيبقى الفلوت عبارة عن زيرو او رقم. طيب لما يحصل تأخير للازمنة دي او للانشطة اللي هي كانت ال critical والمفروض تنتهي في يوم معين. مثلا نهاية المشروع عبارة عن 31 ديسمبر. ويبحث بالجدول لقيته انه هو هينتهي بعد 31 بسبب التأخير في بعض الاكتيفيتز. ساعتها الاكتيفيتز الحارجة بتبقى نيجاتيف. بتبقى الفلوت بتاعها نيجاتيف. طيب الاجابة الاولى هي الصحيحة. the critical path helps prove how long the project will take. بيورينا هياخد المشروع قد ايه زمن. السؤال التاسع. what is the duration of a milestone? مدة المايلستون قد ايه? سؤال مباشر جدا وكنا اتكلمنا عنه اكتر مرة. ان المايلستون ده عبارة عن نقطة في الزمن. بتبين بس بداية مرحلة نهاية مرحلة وكذا. طبعا الاجابة مباشرة وواضحة. it has no duration. ده لحظة في الزمن بس. السؤال العشرة. which of the following best describes the relationship between standard deviation and risk? اي من معيالي بيصف بشكل افضل العلاقة ما بين standard deviation. الانحراف المعياري والمخاطر. الاختيار الاول. there is no relationship. ما فيش علاقة ما بينهم. الاختيار التاني. standard deviation tells you if the estimate is accurate. بيقولك هل الاستميشن ده لانت عامله accurate ولا تقدير المدة الزمنية هل دقيقة ولا. standard deviation tells you how uncertain the estimate is. قد ايه عدم الشك في الاستميشن ده. ولا standard deviation tells you if the estimate includes a bad. بيخبرك هل الاستميشن ده يتضمن bad. bad يعني اللي هو حشو اللي هو بزود مدة بزيادة. هل بيخبرك الباد ولا لا. طيب نبدأ نحاول ان احنا نسأل بس قبل ما نسأل نقول ايه عبارة عن الموضوع. اللي دخل standard deviation في الشابتر بتاع الطايم. وجاب معاه الريسك برضو في نفس الوقت. standard deviation هنا يقصد به موضوع لما باجي اعمل estimation بال three point estimates. عايز اقول النشاط ده مدته كام. وقالولي قبل كده النشاط ده يعني حصل مرة في ثلاثة ايام. ومرة تانية حصل في عشر ايام. بس اكتر مرة بيحصل فيها ست ايام. ده المعتاد الرقم المعتاد. فبالتالي عندي ثلاث نقاط. بجيب ال standard deviation ازاي بقول ده ناقص ده على ستة عشر ناقص ثلاثة يعني سبع على ستة وان بوينت كزا. طيب لو الرنج ده قل شوية يعني مثلا اه كانت بتحصل في خمس ايام ده المست ومرة حصلت في اربعة ومرة حصلت في ستة. فبالتالي اخد ستة ناقص اربعة يبقى اتنين. اتنين على ستة بقى التلت لل standard deviation قل ده معناه ان هي مش هتخرج بره الرنج دوت من اربعة لستة. فبالتالي الستميشن هيبقى اضق. طيب لو قلت ان هي مرة حصلت في ميت يوم ومرة حصلت في يوم. وبس المعتاد بتاعها عشرة. مية ناقص تسعة وتسعين هقسمها على ستة يطلع رقم كبير جدا. فبالتالي انا كده محتار. يعني هجيب الرقم ازاي ده كده الرقم standard deviation بتاعته كبرت اوي ما بقتش فيه دقة عالية. طيب كل ما الدقة دي ايه اللي هيحصل. يبقى فيه مخاطر هبدأ ان انا اقلق هيبقى فيه حاجات مبهمة بالنسبة لي. انا مش عارف فعلا هو هياخد كام. بقول ان ال average ممكن ياخد مثلا اللي انا بحسبه بي زائد O زائد اربعة M على ستة بقول مثلا اللي هو واحد ومية وعشرة. واحد زائد مية يبقى مية وواحد. وعشرة فاربعة باربعين يبقى مية واربعين. اجي اسمها على الستة هلاقي رقم مثلا ايه عبارة عن ثلاثين مثلا على خمسة عشرين الرقم ده مش عارف هو فعلا اول لا لانه مرة حصلت في مية ومرة حصلت في واحد وانت بتقول لي خمسة عشرين فبالتالي بقى الغموض او عدم الاتضاح كبير جدا. طيب نبدأ ان احنا نستبعد there is no relationship العلاقة الاولى ما تنفعش او الاختيار الاول ما ينفعش standard deviation بيقول لي الاستمت اكروت ولا لا يعني مقبولة standard deviation tells you how uncertain the estimate is قد ايه الاستمتشن ده في عدم وضوح او غموض برضو مقبولة الاخيرة standard deviation tells you if the estimate include bad هل الاستمتشن ده فيه bad ولا لا لا مش هقدر اعرف يعني مش هيبان برضو معي الاستمتشن ده فيه bad ولا لا لان انا بعمل bad يعني وقت الاستمتشن نفسه فبالتالي مش هيبان معي مش مثلا الباد معمول قبل كده فهيبان معي فمالوش علاقة يعني ان انا بزود من عندي مدة ولا لا ده مش باين في الموضوع دي حاجة تانية خالص طيب اخد اني فيهم بي ولا سي يعني الاقوى الـ C لان هي بتوضح لي ان اخد بالك هنا هيبقى فيه غموض فيه حتة مش مفهومة جات منين الفرق الكبير اوي ده ما بين الـ average اللي انت عامله واكبر رقم G واقل رقم G فبالتالي الغموض عندك اعلى يبقى الاجابة صحيحة هي C طيب السؤال رقم 11 The float of an activity is determined by اللي هو زمن الحر بتاع النشاط بيتحدد من خلال هل performing a Monte Carlo analysis ان انا اعمل تحليل Monte Carlo ولا determining the waiting time between activities ان انا احدد فترات الانتظار ما بين الانشطة وبعضها ولا determining lag ولا determining the length of time the activity can be delayed with delaying the critical path لشك ان الاجابة واضحة ومباشرة بس قبل ما نقولها منتكر له مالوش علاقة بالموضوع منتكر له ده في الـ risk وفي الاناليسيز وفي السيناريو الـ b والc الاتنين تقريبا بنفس المعنى الwaiting time والlag هما هما وده بيبقى متحدد قبل موضوع الفلوت ما يظهر معايا ده input مش output من العملية بتاعت حساب الـ network وبالتالي الاجابة دي هي الاجابة الصحيحة انه بيحدد لي المدة بتاعت النشاط هياخد قد ايه ممكن يتأخر قد ايه من غير ما يأخر critical path طيب السؤال بعد كده project has three critical path which of the following best describes how this affects the project مشروع في ثلاثة مسارات حرجة اي مما يلي يوضح بشكل افضل الحالة how this affects the project ازاي ده هيأثر على المشروع الاختيار الاول it makes it easier to manage هيخليه سهل الادارة ان فيه حاجات حرجة كتير يخليه سهل الادارة طيب الاختيار التاني it increase the project risk هيزود المخاطر الاختيار التالت it requires more people هيحتاج ناس اكتر الاختيار الرابع it makes it more expensive هيخليه اغلى طيب نبدأ نحاول نستبعد كده easier to manage اكيد لا كل ما هيزيد الكريتكال مش هيبقى اسهل للادارة بالعكس يعني الموضوع هيزداد صعوبة طيب هيخليه اكتر expensive هيخليه اغلى برضو ملاقاش علاقة اي نعم ممكن يعني بعض الناس تقول انا كده ممكن عشان الالأ اللي موجود هزود ريزيرف مالي بس يعني مش هي دي الاجابة الدقيقة اقب it increase the project risk هيزود المخاطر ولا it requires more people هيحتاج ناس اكتر طيب الاجابة الادق انه هو هيزود المخاطر لان هي دي النتيجة المباشرة للموضوع بس بالتبعية ممكن انا عشان احاول ان انا يعني موضوع المخاطر ده اتغلب عليه ممكن وممكن لا ان انا زود ناس وممكن وممكن لا ان انا زود ريزيرف لكن الاكيد فيهم ان المخاطر هتزيد فبالتالي النتيجة المحتملة او النتيجة الطبيعية ان المخاطر هتزيد وبالتبعية لها قد يحدث ان انا زود ناس وقد يحدث لا وقد يحدث ان انا زود ريزيرف مالي فبالتالي المشروع يبقى مور اكسبنسف وقد لا ما زودش على حسب الريسكس دي طبيعتها ايه السؤال رقم 13 If project time and cost are not as important as the number of resources used each month لو time and cost الزمن والتكاليف مش مهمين قد ما مهم عدد الموالد number of resources used each month اللي بيستخدمه كل شهر دي يعني نفس المثال اللي كنا في الشرح في السلايد قلنا عليه عدد الناس بتوع المباني وده قد ايه في اليوم وعمل يزيد وعمل يقل وكذا Which of the following is the best thing to do ايه افضل شيء تعمله Perform amount car to analysis ولا fast track the project تعمل تعاقب سريع ان الحاجات تشتغل على التوازي ولا perform resource optimization احاول اعمل optimization للموالد ان انا اوصل بها لحد الامثل ولا analyze the life cycle costs احلل تكاليف دورة الحياة تكاليف دورة الحياة مقصود بها تكاليف قبل الانشاء واثناء الانشاء وبعد الانشاء وفترات الصيانة والتشغيل وكذا طبعا انا ملاقاش علاقه بالموضوع طيب من تكرر له نفس الشيء ملاقاش علاقه بالموضوع دي الوطقي في analysis لو انا اعمال address scenarios مختلفة تأثير حاجة معينة على المشروع طيب هل fast track او perform resource optimization الاثنين ممكن ينفعه بس هي الادق perform resource optimization لان ده الطبيعي المصطلح نفسه عبارة عن ايه ان انا هحاول اعمل optimization قد يكون من احد الطرق بتاعت resource optimization ان انا اعمل fast track وقد يكون ان انا لا هعمل crashing ان انا هصرع عن طريق ان انا هدفع فلوس ازيد فبالتالي البي دي نتيجة او احد انواع resource optimization فبالتالي ممكن يستخدم ممكن لا لكن الا اكيد هعمله ايه resource optimization سواء كان بال fast track ولا بال crashing فبالتالي الاجابة هي C السؤال رقم 14 when is the milestone when is a milestone chart used instead of a part chart امتى استخدم milestone chart بدل part chart project planning or reporting to team member or reporting to management or risk analysis اجابة واضحة وصريحة قلنا الفرق بين المايل ستون والبارتشارت بارتشارت انا استخدمه الناس بتوع التيم اللي معايا اللي فهمين فيه البارتشارت لكن الجماعة بتوع التوب management مش هيعد بقى تبعت له برنامج مكون من خمسين صفحة ولا حتى على ست صفحات يعني ما ينفعش هو عايز المختصر المفيد فبدالي بديله ورقة مثلا واحدة فيها المايل ستون شارت الاجابة الصحيحة هي C reporting to management سؤال رقم 15 your project management plan results in a project schedule that is too long قطة ادارة المشروع your project management plan results in a project schedule نتج عنها جدول زمني that is too long طويل جدا جدا اكتر من اللازم if the project network diagram cannot change but you have extra personal resources لو متقدرش تغير النتورك يعني متقدرش تعمل شغل على التوازي متقدرش تغير الاعتمادية متقدرش تعمل fast track if the project network diagram cannot change but you have extra personal resources عندك افراد زيادة موارد بشرية زيادة what is the best thing to do ايه افضل شيء ان انت تعمله fast track ولا level ولا crash ولا performance كارلو لسه يتقالي لنا من شوية fast track مالوش علاقة fast track يبقى تغير في النتورك المونت كارلو مالوش علاقة بالموضوع level the resources ولا crash the project level بتاع resources بيكون على حسب ان انا ممكن ان انا حرك activities واحيانا بينتج عنه slippage time فبالتالي مش هو ده اللي هو عايزه level ممكن يبقى فيه منه نوعين ممكن ان انا احرك بس من خلال floats بس من غير ما اغير في الازمانة يعني بتاع المشروع والتاني crash الادق هنا crash عشان بيقول لي انت عندك personal resources عندك موارد بشرية ممكن ان انت تستخدمها فبالتالي ممكن استخدم ازود عدد الموارد يبقى انا كده بسرع عن طريق ان انا بدفع الفلوس وهو ده crashing فالإجابة الصحيحة هي crash the project كنت عايزة نبه على حاجة بعض الناس يعني في موضوع النتورك بتحاول فيه ويعني ما بتنجحش في ان هي تعرف تحل النتورك المشوار ال forward pass وال backward pass يعني الناس اللي هيحس بالموضوع ده وهيلاقي فعلا الموضوع معقد او يحاول وما نفعش ما يقلقش لان في النهاية يعني عدد الاسئلة اللي في الامتحان هيجي على حاجة زي ده ما بيبقاش كبير بيبقى يعني بالكتير من سؤالين لثلاث اسئلة فمش هي دي اللي انا اوقف مثلا دراستي لل PMP عشان خطرها فبالتالي لو حد شايف ان النقطة دي فيها يعني مشاكل بالنسباله يعني مفيش داعي انه يقلق منها يفوتها وخلاص لو شايف ان هي لذيذة it's ok والشابتر جميل شابتر كويس طاعة ال time محتاجين بس ان احنا يعنيين نقرأ الاسئلة مرة واثنين قبل ما نحل اللي هيجيب مثلا زي ما قلنا درجات فرنجل 60% ما يقلقش ده شيء طبيعي اللي اول مرة وانا بحل ان الدرجات تبقى من 60% ل70% وان هو يركز اكتر في المذاكرة اللي هيجيب اكتر يبقى شيء كويس ومقبول ما شاء الله يعني ربنا يفتح عليه زيادة ونشوفكم في الشابتر الجاي الشابتر بتاع cost management